السلام عليكم. أعزائي الطلبة الطالبات للموضوع العزم. السؤال الثاني. السؤال الثاني موضوع العزم. إذا الأبن هنا قوة تأثر على هذه البليتة. قوة تأثر على هذه البليتة. نقطة P. هذه هي نقطة P. وهي على أشكل البولت. برضي هنا. إريد أندي هاو بيج مومنت. بلت رغزيس. إشقد مقدار العزم ليتحمله هاذ البولت. ليه بالنسبة للعزم. أجي أرسمها هاذي اللي بليتها به الشكل. أرسمها هاذي على المحاور معلته. هاي القوة اللي هي مية وخمسين نيوتن. هذي منا الهنانة واحد متر. ارتفاع منا الهنانة اثنين متر. اثنين متر. وهذه النقطة اللي هي P. اللي موجود بها البري. بذن ما قلنا القوة الماء اللي أحللها لها مركبتين. هاي مركبة على الـ X ومركبة على الـ Y. والعزم يساوي القوة في ذراعها. هذي الزاوية هي عشرين. وهذه مية وخمسين فصير مية وخمسين كو ساين العشرين. كو ساين لأن الزاوية الرسمة من هذا المجاور من هذا المحور. وهذه مية وخمسين ساين العشرين. هستطبيق مباشرة أجي أقول هذه المركبة الأفقية. راح تدور بهذا الاتجاه حول هذه. وهي سالب باتجاه أقرب الساعة. وهذه راح تدور بهذا الاتجاه. ايضا راح تكون سالب. فرح تساوي. عندي هنا اخذنا اثناناتهم سوية. القوة الأولى مية وخمسين ساين العشرين. مضروبة. هذه موجودة على محور الـ Y. زين. هذا موجودة على محور الـ Y. اذا الذراع مالتها اللي هو هذي الـ X اللي هو ثنين. اللي يوصلني للـ B في ثنين. هي سالب. سالب. الثانية نفس الشي. مية وخمسين كو ساين العشرين. مية وخمسين كو ساين العشرين مضروبة بالذراع مالتي. على محور الـ X. اذا الذراع مالة هذا محور الزراع مالته راح يكون الواي في واحد الثينات بالحاسبة اشوف الناتج مالته الثينات هم 244 نيوتن متر هذا السؤال الثاني اللي هو البروبلم رقم اثنين بالعزم سؤال جدا بصير شكرا جزيلا